يرى البعض أن العلاقة الزوجية يجب أن تتخللها إجازة خاصة للزوجين إما سوياً أو طبعاً بعيداً عن الروتين والأمر الثاني أن تكون هذه الإجازة منفصلة وهذا يأتي منه التحفيز للحب ومشاعر الشوق بينهما ويرى كثيرون أن السفر من دون الأولاد ضرورة لمحاولة منع التراكمات الحياتية صحيح فيصل أيضاً تجاوز المشاكل التي تراكمت إن تؤدي إلى موت العاطفة والروتين اليومي فهل تعتبر الإجازة الخاصة بين الزوجين مهمة وفعالة لتجديد الحياة الزوجية؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من جدة الأستاذ خالد سندي أخصائي نفسي صباح الخير صباح الخير أستاذ خالد وهل فعلاً الإجازة الزوجية بمفهومها سواء الزوجين مع بعض أو كل على حدة ما دورها في تجديد العلاقة؟ صباح الخير مهى صباح الخير فيصل الحقيقة مقدمتكم رائعة وتختصر الكلام العلمي كله في كلمات جميلة وبسيطة نعم العلاقة الإجازة الزوجية أو الإجازة العائلية بمعنى الأشمل كلها تساهم في تجديد مقدار الطاقة في العلاقة الزوجية بس قبل ما نبدأ خليني أفصل شوية يعني إيش علاقة زوجية أصلاً؟ خلينا نقول أن العلاقة الزوجية فيها ثلاثة أركان رئيسية الركن الأول شخصين منفصلين مستقلين قرروا أنهم يعيشوا مع بعض عشان كده كل واحد فيها دول الشخصين يحتاج إجازة منفصلة يمارس فيها ما يحد العنصر الثاني أو الركيزة الثانية العلاقة الزوجية دي أحياناً قد تفرض روتين في بعض الأحيان يكون قاتل فيحتاج الزوجين مع بعض أنه يكون فيه إجازة تخرجهم من هذا الروتين القاتل في العلاقة الزوجية العنصر الثالثة أو الركيزة الثالثة أنه فيه مسؤولية مشتركة سواء المنزل سواء الأطفال فتحتاج الأسرة ككل إلى إجازة زوجية يكون كل عناصر الأسرة مع بعضهم للخروج من رتابة هذه المسؤوليات إلى مرح مثلاً الطبيعة أو العلاقات المتجددة بين الأسرة ففي ثلاثة نوع من الإجازات مهمة الإجازة لكل زوج لحاله مستقل عن الآخرين الإجازة للزوجين معاً بعيداً عن الأطفال والإجازة العائلية اللي هم الوالدين والأطفال مع بعض طيب أستاذ خالد خلينا نوضح بعض الأمور يمكن بعض المشاهدين الآن يجب باله أنه هذا أمر جديد علينا أنه ما يصير الإجازة بين زوجين منفصلة إلا يكون فيه زعل ويكون فيه انفصال يعني كيف نوضح أنه هذه الإجازة راح تكون بكل رضا من الطرفين وكل حب وفي الأخير راح تحفز على استمرارية الحب أكيد الحقيقة أخي أخي فيصل فوائد الإجازة المنفصلة بين الزوجين أكثر من أنها يعني نعرضها في اللقادة يعني على الأقل الدراسات أحصد 15 فائدة متكررة بين الزوجين أقل شي فيها أنه وصلاً الزوجين هم شخصين مختلفين يعني الزوجة من علاقاتي مع العملي مع الأزواج عندي من العملاء من الزوجات اللي جات بعد إجازة منفصلة مع أخواتها تماماً وقالت لي تصور لأول مرة أسوي إجازة كما أريد تسوق 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 الزوج نفس الزوج راح إجازة مع أصدقائه فقال لي كانت مقاهي مطاعم أكلوا شربوا نوم الإحتياجات مختلفة الرجل يحتاج بعض الإحتياجات تختلف عن الزوجة لما يكون هو زوجته والأطفال هو أحياناً بيفعل الأشياء اللي تقتضيها المصلحة العامة وليس الشيء اللي هو يحبه أو الشيء اللي يتحبه الجزء الثاني الاشتياق لما كل واحد فيهم يروح إجازة منفصلة هذا يصنع نوع من الاشتياق إلى الطرف الآخر أنا أذكر زوجة قالت لي بعدما رجعت من إجازة منفصلة قالت لي أنا لأول مرة أعرف أنه هو الشخص الوحيد اللي يسوي كل الأشياء اللي أنا أحبها تصور هذا المفهوم ما كان يمكن أنه يصل للزوجة إذا ما سافرت مع أحب غير زوجها فهي وصلها المفهوم أنه الأول مرة تستطيع أن تفعل شيء يعني هذه عند رجعت مثل جرب غيري تعرف خيري ممكن هذه جداً ينطبق عليها المثل نعم اسمحي لي أقتبس منك أكيد تفضل وأكيد سافرت مع أحد يعني ما كان نديها مجال تسوي لشيء اللي تبغاها أكيد طيب خلينا أسألك أستاذ خالد برضو شيء مهم يعني إحنا طيب ممكن نقول أنه الإجازة هذه التن في البيوت مثلاً يعني تروح مثلاً تجلس عن بيت أهلها تغير جو هو يرجع البيت أهله وأصحابه مثلاً يغير جو أسبوع ويرجعوا تاني البيت ممكن يحصل هذا الموضوع الإشكالية أنه إحنا في مجتمع الإشكالية أحياناً أنه إحنا في مجتمع ذكوري يسمح للرجل بما لا يسمح له للسيدة صحيح فتلاقي الرجل مثلاً يشتغل أو مسموح لأنه يسافر مع أصدقائه أو عنده بيزنس تريب فهو بصورة أو بأخرى بيمارس الإجازات المنفصلة لكن في الغالب السيدات ما بيكون عندها اللقجر دا أو الرفاهية دي وفي الغالب هي مسؤولة عن الأطفال أنه هي لازم مكان ما تروح يكون الأطفال معها فإحنا نحتاج إلى صناعة ثقافة جديدة طيب هل في معيقات في بعض الأحيان نعم قد يكون الجانب المادي أو الضعف الجانب المادي جزء في الموضوع فما نقدر نسافر إجازات منفصلة فساعتها نعم ممكن أنه كل واحد يروح مثلاً إذا الأهل في مدن مختلفة أنه يروح عند أهله أو تروح عند أهلها يقضوا إجازة صيفية أو إجازة ما بين الترمين لا شك المرونة مهمة جداً ولكن يفضل أن تكون في إجازة مفصلة في مشكلة أنه بعض الزوجين عندما يبدأوا بالاتفاق بأخذ إجازة سواء منفصلة أو مع الأولاد تبدأ معها المشاكل للأسف يا المشاكل على كيفية الإجازة أو تفاصيلها أو حتى إذا أخذوا الإجازة أثناء الإجازة هذه تحصل كثير من المشاكل فكيف تكون إجازة سعيدة خالية من المشاكل والمحضورات والنكد خلينا نقول مهم جداً أن الإجازة الزوجية ليست بديل عن حل المشاكل فإذا كان الزوجين بيناتهم مشاكل أبدأ ابتداء أنه نبدأ بحل المشاكل الإجازة الزوجية تتويج للعلاقة الجيدة بين الزوجين كيف نعمل إجازة زوجية سعيدة كيف نخططها كيف نرتبها الاتفاق بين الزوجين مهم جداً إذا كانوا الاثنين حيسافروا مع بعض في إجازة زوجية وهم احتياجاتهم مختلفة أو ميولهم مختلفة الاتفاق بينهم جيد كثيراً من الحالات يكون الزوج من النوع صاحب الصورة الكبرى يعني إحنا مسافرين عشان عشان نستمتع بوقتنا بس يكون الزوجة احتياجها أنه تعرف تفاصيل رحلة كل يوم إيش حيساوه كل يوم التنسيق بين الزوجين مهم في الموضوع دا ونحط الهدف الأساسي إحنا رايحين عشان نستمتع بوقتنا عشان نقضي وقت ذكريات جميلة نذكرها بعد كده مو عشان نضارب في السفرة اللي إحنا رايحين نرتاح فيها فمهم الاتفاق المبدئي مهم صناعة وحدة الهدف بين الزوجين قبل السفر والتنازل الفلكسباليتي واحدة من أهم عناصر الحياة الزوجية اللي لابد أن تكون بين الزوجين إنهم يكونوا مرينين مع بعض جميل طيب نتمنى للجميع إجازة زوجية جميلة سواء مع بعض أو كل واحد لوحده ويعطيك العافية أستاذ خالد شكرا لكم